بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين جاء في الحديث القدسي ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء طبعا هذا حديث الكساء وهذا الحديث يعني كلام الله إلا أنه ليس بقرآن حديث قدسي كلام الله لكن ليس بقرآن يشير إلى هذه القضية يشير إلى قضية مهمة إلى أصحاب الكساء الخمسة الذين جمعهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت كساء واحد تحت عباءة يمانية واحدة وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمهم ما يؤلمني ويحزنهم ما يحزنني أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم اللهم فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وإذا بالآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا طبعا الكون الله سبحانه وتعالى يرد يشير إلى أن المعصوم علة الوجود المعصوم علة الوجود يعني لو بقيت الأرض بدون معصوم لساخت بأهلها يعني المعصوم علة الوجود لذلك الحديث القدسي يقول ما خلقت سماء مبنيه ولا أرضا مدحية ولا قمر مضيئة ولا شمسا مضيئة ولا بحرا يجري ولا إلى آخر إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها إذن المعصوم علة الوجود يعني الأرض فقدت المعصوم لساخت بأهلها وترى أن الكرامات التي حدثت بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام كثيرة من ضمن الكرامات حزنت السماء على الإمام الحسين عليه السلام بحيث أنها مطرت ثلاثة أيام دمه الحسين كما يقول السيد عبد الرزاق المقرم في كتابه كسوف الشمس أيضا الكواكب انتثرت هذا الكلام للسيد المقرم السيد عبد الرزاق المقرم الكواكب انتثرت كثيراً و أصبح يعني كادة يعني بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام حتى صارت ظلمة ظلمة شديدة فالمعصوم باعتبار أنه علة الوجود فالسماء تحزن الأرض تحزن يعني هناك بعض المؤرخين قالوا ما رفع حجر أو مدر إلا وجدوا تحته دمًا عبيطة من حجر الأسقلاني يذكر هذا الأمر لأجل الحسين عليه السلام وما جرى على الحسين عليه السلام طبعاً جثة الإمام الحسين عليه السلام بقى الثلاثة أيام على رمضاء كربلا عمر بن سعد دفن قتله وترك الحسين وآل الحسين على رمضاء كربلا ما أن بقيت من الهوان على الثرى ملقاً ثلاثاً في رباً ووهادي لكن لكي تقضي عليك صلاتها الملائكة بين صاعد ونازل تتجمع على المعصوم على علة الوجود فتأتي الملائكة زمر زمر تصلي على جثة الحسين سلام الله عليه بعد الحيوانات الكاسرة يعني تشوف عندما تأتي إلى غير المعصوم أو غير آل محمد تشوف أنه الميت تعتبر فريسي لكن لم تتقرب للحسين بل أخذت تمسح نواصيها بالحسين عليه السلام وتبكي حزينة الحيوانات حزناً على سيد الشهداء وما جرى عليه بعد بالنسبة إلى دم الحسين سلام الله عليه هذه الدم الزاكية والزكية التي انتصرت على السيف للدماء أكو قصة تذكر لعلها في وقت الإمام علي للهادي سلام الله عليه أي فوق في وقت الإمام الحسين العسكري بس لعلها الأقرب على في وقت الإمام الهادي عليه السلام علي الهادي أن المعتمد العباسي أراد أن يقتل الإمام الهادي عليه السلام لكن شنو أراد يقتله بحيث قتله مو قتل بالسيف يعني كلف مربي الحيوانات يعني مربي الأسود و يجوع ثلاثة أو سبعة أيام وبعد ذلك يربي الإمام الهادي عليه السلام في حفرة السباع والسباع يعني جاء المربي قال للمعتمد العباسي أن هذه السباع أخذ الكبير يأكل الصغير والقوي يأكل الضعيف فقال المعتمد علي بالهادي يعني الإمام عليه الهادي فجئ بالإمام سلام الله عليه رماه في حفرة الأسود وكان يده عكس اتجاه وجهه حتى من يوسف يقول أنا ما هذا فرماه يجل اليوم الثاني وإذا يشوف يصور ما يبقى شيء يعني من الإمام الهادي عليه السلام لكن شوف المعجزة الكرامة للأئمة سلام الله عليهم أجمعين ينظر المعتمد ومن معه وإذا بالإمام ساجد والأسود مطأطئ برؤوسها باتجاه القبل كأنه شون صلاة جماعة الشكل يعني يقول التفت المعتمد إلى مربي الحيوانات قال كيف أنك جوعت الحيوانات الآن علي الهادي ساجد والأسود مطأطئ برؤوسها قال دعني أدخل فدخل شاهدنا على الحسين عليه السلام فدخل إلى هذا مربي الحيوانات ليطيهم أكيل ما دخل أول قدم تلاقفته الحيوانات ومزقته تمزيقا الإمام ينظر قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين زين فشاهد الكلام أن لحوم أهل البيت آل محمد محرم على الحيوانات لذلك بقي جسد الإمام الحسين سلام الله عليه ثلاثة أيام الحيوانات تأتي وحزين على الإمام الحسين سلام الله عليه شجرة أم معبد أيضا يقول أنها كانت يعني يوم العاشر هذه الشجرة التي تدل على الحسين على قبر الحسين سلام الله عليه لأن المتوكل العباسي تعرف أنه ضيع قبر الحسين عليه السلام بالماء حتى احتار الماء احتار الماء وسمي الحار يعني المتوكل العباسي يعني جعل الماء يجري إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام حتى يضيع القبر ومعالم القبر فأخذ الماء يدور وحول الحائر وسمي الحائر بحيث أن الماء احتار ما وصل إلى القبر لذلك أن هذه الشجرة شجرة أم معبد كانت تدل على قبر الحسين عليه السلام حسن البعض عندنا وقتنا كل مريض يشعر مثلا يعني يقلع سدرة قال والله شيخنا خلي نشوف هاي خاف وتأذيني خاف كذا هو المقصود بالسدرة السدرة التي كانت تدل على قبر الإمام الحسين عليه السلام شجرة أم معبد اللي كانت يوم العاشر من المحرم تخرج من عروقها الدم وهذا الدم الدم الزاكي هو الذي انتصر على سيوف بني أمية نسأل الله يجعلنا وإياكم من الموالين لآل محمد بحق محمد وآل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر